على اتحاد عثمان 3-1 وعلى النادي المصري بقاهرة 1-0 اما رادي اسوان فعنده 3 نقاط من الفوز على الكروم في اول مباراة هنا على ملعبه 4-1 يحكم لقاء اليوم الحكم الدولي عبدالستار علي موسى ويعاونه مصطفى ابو امر الدولي والحكم الدولي صلاح البرري حكم رابع لمباراة احمد عبدالرحيم ويرائب المباراة نشأ التوفيق بدأ اللقاء وكورة مع طارق مصطفى بدأ اللقاء وكورة مع عبدالناصر عباس بيرجع عندي زيزو في ناحية الشمال عندي جمال عمر اللي بيرمي الكورة لمحمد محمود فروت اسوان وبيرجع لي حسين صلاح مرة تانية وعندي زيزو اللي بيحاول يعدي وبتقطع الكورة عندي اسامة نبيل ويش انكلها من ابو النصر الديب وفاول لصالح الزمالك فاول لصالح نادي الزمالك ويلي هيلعبه اشرف اسم وليعب كورة في ناحية الشمال والكورة بتطلع قاوت لصالح نادي اسوان بتلعب الكورة عند هاني همام لبرو اسوان اللي بيلعب في نصر له زيزو وزيزو بيلعب الكورة عند عبدالناصر عباس ومعطوعة من اسماعين يوسف دنمو خطه وسط الزمالك عند طاري مصطفى وطاري مصطفى حضرتكو كان بيلعب في الموسم اللي قبل اللي فات في نادي اسوان واتنقل له الشرقية للدخان والموسم دوه تتنقل لنادي الزمالك كورة عند ايمام منصور في الشمال ثويلة زيادة عن اللزوم بتطلع قاوت وتبقى رمي التماس لصالح نادي اسوان الحقيقة النهاردة فيه جمهور كبير بيحضر المباراة وتلعب ترمية التماس عند ابو النصر الديب وبترجع مرة تانية عند محمد صبري اللي بيلعب كورة لقاسي سعيد بيرجع تاني لصبري بكورة متشاتة من ديفينس اسوان تخبط في محمد صبري وتبقى ضربة مرمى لصالح نادي اسوان يحضر لقاء اليوم مجلس ادارة نادي اسوان وعلى رأسهم المستشار مصطفى حمد رئيس النادي وايضا الستاذ احمد عبد العال وكيل وزارة الشباب والرياضة وايضا بيحضر لقاء اليوم منطقة اسوان لكورة القدم وعلى رأسهم العميد ابراهيم الارشي كورة توصل لاشرف اسم وسامع نبيه بيرجع ورا عند نبيل محمود وفروضة اسوان بيضغطوا علشان يطاعوا الكورة وكورة مطوعة من محمد عمر اللي اشترك مع احمد الكاس وتبقى رمي التماس لصالح نادي الزمالي رمي التماس الزمالي ورمي التماس لصالح نادي اسوان وصابا اتلعب ترمي التماس عند زيزو اللي بيحاول يعدي من ابراهيم يوسف وكورة التسريمة عند عبد الناصر عباس وعندي زيزو مرة تانية اللي بيعدي وحركة تعدى بجمهور ونتروح لمحمد علي اللي بيلعب كورة على الخط هنا ويغير اللاب عند حسين صلاح ومرة تانية عند جمال عمر ومرة تانية عند جمال عمر ويه اشرف يوسف اشرف قاسم يطع كورة وتخبط فيها ابو النصر الديب واسمعين يوسف مرة تانية ومعدي بالكورة ماشي اسمعين يوسف بيلعب على شماله عند قاس سعيد وماطوع ابو النصر الديب دينام واسوان بيعدي بالكورة وصالا بيرمي كورة جميلة لعادل عبد الحميد لكن طويلة زيادة عن اللزوم بيطاحها عشرف قاسم وترجع مرة تانية لهاني همام لبرو اسوان عبدالله تروري لاعب مالي المحترف في نادي اسوان الموسم الثالث على التواني محمد محمود وجمهور بدأ يشجع اسوان ويقول اسوان لان اسوان بين الكورة حلوة زي ما حضراتكم شايفين وكورة مازالت مع فريق اسوان وهاني همام متقدم بيلعب كورة طويلة ناحت الشمال بيطاحها طاري مصطفى عنده اسامة نبيه اللي بيرمي لحمد الكاز بيشترك معه محمد العالي ويقضي كورة وكورة من العوبة لعادل عبد الحميد في داخل مصدر 18 وفي قطع من اشرف اسم حجمه الاسوان ومرة تانية ماطوعة من جمال عمر اللي بيحدي وبيلعب كورة لعادل عبد الحميد واسوان بادل مباراة بقوة وفي اليمين لجمال عمر مرة تانية وجمال عمر بيشت كورة تقبط في اشرف اسم وتبقى ضربة ركنية لطالح نادي اسوان في الناحية اليمين الحقيقة اسوان بادئ المباراة بهجوم متواصل من الناحية اليمين عند عادل عبد الحميد وفت على ساة خمس دهائي على بداية اللقاء وما زالت النتيجة التعادل بدون اهداف بين الزمالك واسوان وكورة ملعوبة في ال 18 بتستعب ياخدها طاري المصطفى وطاري المصطفى يجدي الايمان منصور اللي بيرجع عليه سلعين يوسف في خط النص وفي الشمال محمد صبري ومطوعة من عادل عبد الحميد وفاول احمر الكاس بيلعب الفاول بسرعة عنده اسامة نبي اللي بيلعب الكورة اللي قاش سعيد بيحاول اللي لم الكورة لكن يطعها منه هاني همام لبرو اسوان بترجع مرة تانية طاري المصطفى وطاري بيكسر على جوه ومعاها هاني همام لبرو اسوان زي كل مرة هو اللي بيطع الكورة ويجيزوا بيعدي في الناحية الشمال وبيرمي كورة لعبد الناصر عباس مهاجم اسوان وفاول فاول فاول لصالح عبد الناصر عباس نتيجة لقه من يحيى نبيل نتيجة لقه من يحيى نبيل انا شايف عازل عبد الحميد وابو الناصر تزيب عند الكورة والترنر مدرب نادي الزمالك قاين وافع الخطر بيشاول الى جعبته الكورة الحقيقة في مكان خطر وتلعبت على طول في الجون وبينثكرة على حسين السيد عادل عبد الحميد لقه الكورة فيها ثكرة لكن ضعيفة بتيجى عند حسين السيد اللي بيلعب على طول الكورة تصل لقيمة منصور لا ينزل يا عياض وعادل عبد الحميد بيلغ من مرة تانية ويطع منه طهري مصطفى دائما منصور في اليمين ويتسقطع من طهري وتبقى رمي التماش لنادي الثمالي والحكم عبد السطار بيشاور الرجال العلاق الطبيع علشان ينزله والكابتن محمد عامر وقف على خط بيكلم محمد محمود فروض اسوان وبيدينه تعليماته علشان يظهر يصرف بالكورة لما يكون قدام مرمى نادي الثمالي وايمان منصور لسه واقع على الخط وبيصفر عبد السطار لاستناف المباراة واترمت الاوت ومرة تانية بيطلع جمال عمر الكورة رمي التماز مرمى ايما منصور لسه قامه وتعرى مصطفى بيرمي الاوت وترمت وعبد الله تروري بينظف المنطقة على طول بتوصل لعبد الناصر عباس اللي بياخذ الكورة من يحيى نبيل وبيلعب على طول ابو النصر الديب ابو النصر الديب ماشي وبيدي زيزو وفي الشمال عند حسين صلاح اللي بيل الهجمة على طول الناحية اليمين لكن معطوعة من موسامى نبيه اللي بيرمي لقاسي سعيد في الشمال بيحاول يرفع كورة تخبط في ديفنت اسوان ومرة تانية عنده ابو النصر الديب انشط لعبي اسوان محمد علي يلا عيمد وفي الناحية الشمال عند زيزو اللي بيتقدم له حسين صلاح ويستلم منه ويرجع مرة تانية لعبد الله تروري علشان ينظم الهجمة فعبد الله تروري بيدوره لحد علشان يزيله الكورة بيرجع ليه محمد عمر والحاكم عبدالسطار صبري بيصفر لرجال العلاج الطبيعي الظاهر فيه لعيب ينزل في الملعب يحيا نبيل الظاهر اضحفظ كده ويدخل الرجال العلاج الطبيعي علشان يعلقوا اللعيب وخارج يحيا نبيل على الخط عبدالسطار علي موسى بيتطمن على اللعيب طبعا دي حالات القنون فيها بيسمح للحاكم انه يوقف المباراة لان اهم حاجة سلامة اللعيب في الملعب وتلعبت الكورة بتوصل عند حسين صلاح في الشمال لمحمد عمر اللي بيلعب لزيزو وزيزو بشماله كورة في الناحية اليمين بتوصل عند حسين السيد بيلعب كورة طويلة عند قاسي سعيد ومعطوعة من جمال عمر وزق من قاسي سعيد وياخد جمال عمر فاول فاول لصالح اسوار تلعبت الفاول وعند ابو النصر الديب اللي بيرجع له هاني همام لبرو اسوان ومرة تانية عند محمد علي اللي بيتقدم بكورة بيدي عبد الناصر عباس فعبد الناصر بيحاول يعدي من يحيا نبيل اللي نزل بعد اما تعالج وعبد الناصر عباس بيعدي وكورة ماتوعة من طاري مصطفى عند احمد الكاد اللي بيلمس اول كورة في لقاء النهاردة بعد مرور 11 دقيقة بتوصل لوسامة نبي بيغير الملعب ناحية اليمين عند طاري مصطفى اللي كان بيلعب في اسوان زي ما قلت لحضراتكم الموسم اللي قبل اللي فات وفاول على عبدالله تروري احمد كمال حارس مرمى اسوان بيوقف الحيطة زيزو وحسن صلاح حاملين حيطة قدام الكورة فانا شايف اسماعيل يوسف وايف قدام الكورة وهو اللي حيلعب الفاول وترفعت فعلا وكورة عند عبدالله تروري بياخدها منه اشرف قاسم طاري مصطفى وطاري مصطفى بيشوت كورة صاروق تصفر على شمال احمد كمال وتبقى الهدف الاول لنادي الزمالك الحقيقة عبدالله تروري جلة في الكورة وصلت لعشرف قاسم اللي بيريحها لطاري مصطفى وطاري مصطفى بيدخل بيمينو شايد كورة صاروق على شمال احمد كمال وتبقى الهدف الاول لنادي الزمالك في الضيئة 12 زي ما كنت بقول لحضراتكو ان طاري مصطفى لعيب كويت وكان بيلعب في اسوان في الموسم اللي قبل اللي فات في الدورة المنتز وتنعل ليه الشرقية للدخان والموسم دوه اتخدوا نادي الزمالك الحقيقة اللعب يعتبر مكسب كبير لنادي الزمالك لانه لعيب نشيط وبيلعب في كل مكان في الملعب وهي محمود سعد او الخط بينده على اسماعيل يوسف وهيقول له تعليمات طبعا اللعيبة بتاخد تعليمات جديدة خصوصا بعد ما احرزوا الهدف الاول ويحا يستانف عبدالستار ويبيسانطة فريق اسوان الكرة في المين عند ابو ناصر ديب وبيلعب الكرة طويلة لعبدالناصر عباس بياخدها منه يحيى نبيل بتوصل لجيزو اللي بيلعب في الشمال لحسين صلاح اللي بتقدم وراء المهاجمين ومرة تانية عند ابو ناصر ديب اللي بيفكر يشوف وبيشوف الكرة قوية لكن بتعلى وتبقى ضربة مرمى لنادي الزمالك ضربة مرمى لنادي الزمالك ضربة مرمى لنادي الزمالك وحسين السيد يجيب الكرة على مهله اللي بيرجع عليه هاني همان وبيضغط عليه مرمى لنادي الزمالك اللي ايمان منصور يرمى في العمى خورا عندي جمال عمر وتبقى رامي الثمالك لنادي أسوان تلعبت الاود دي أحمد كمال حارس مرمى أسوان كرة طويلة عند عبد النصر عباس في اليمين وبتطلع قاود وتبقى رمي التماسل نادي الزمالي بتلعبت الكرة عند محمد صبري اللي بيرعب لحمر الكاس واحمر الكاس بيعد الكرة لسماعيل يوسف ماشي اسماعيل و بيرعب مع عزيزو و اسماعيل بيرعب لحمر صبري و صبري بيلم و يعدي و عرقالة من عازل عبد الحميد و فاول لصالح محمد صبري واحمد كمال بيوقف الحيطة و يواقف ايمان منصور و احمد الكاس و اسماعيل يوسف قدام الكرة و معاهم قاسي سعيد وتلعبت الكرة و طلحت الايمان منصور اللي بشوت كرة قوية بعيدة عن الثلاث خشبات و تبقى ضربة مرمى لنادي اسوان ضربة مرمى لأسوان و اللي حيلعبها احمد كمال يلعب كرة في اليمين عند محمد عمر و كرة معدية لعادل اللحمة و محمود نبيل بشوت كرة تخبب في عازل عبد الحميد و تبقى رمي التماش لصالح الزمالي و تب perform و تبقى رمي التماش و القرة توصل لمحمد ثبري بعدي من أبو النصر الديب وعرقالها من أبو النصر الديب وفاول بصالح الزماني زي ما حضراتكو سمعته الموزيع الداخلي للاستاذ يقول ان هتقام مباراة يوم الاثنين ان شاء الله القادم بين أسوان والبحر الأحمر في تصفيات بطولة كاسر الرئيس محمد حسن مبارك واللي هتقام نهاياتها ان شاء الله واسمعين يوسف يعدي بكورة وحكمل لحضراتكو وبعد الكورة بتوصل لإطارة مصطفى اللي بيلام حسن صلاح وداخل وكورة بتوصل لإهاني همام وصفارة من الحاكم مفاول لصالح أسوان زي ما حضراتكو ان يوم الاثنين ان شاء الله حتقام مباراة على أستاذ الحسوية بين محرشة أسوان وكورة بتترميل عبد الناصر عباس بتخبط في ظاهره ويأخذها مرة تانية ويقع ويحاول يعدي وصربها لعيب من الزوج ويعدي فعلا بيشد كورة جميلة بتفضط في نبيل محمود وتبقى كورنر لصالح نادي أسوان وعلي العبد الحميد بيلعب كورنر ديمينه وكورة ملعوبة حلوة بيطلعها حسين السيد وتوصل لمحمد صبري في الناحية الشمال محمد صبري بيلعب كورة طويلة عند أحمد الكاس ومحمد علي اللي بيسيبها لهاني همام ويلاعب له مرة تانية وكورة جميلة ملعوبة لأبو الناصر ديم اللي بيالي بكورة عند عبد الناصر عباس فرود أسوان وعبد الناصر بيراجع لأبو الناصر ديم اللي بيفكر يشوفه بيشوف كورة قوية تعيدة عن الثلاث حشبات وتبقى ضربة مرمى لصالح نادي الزمالي ضربة مرمى للزمالي واللي بيلعبها نبيل محمود وكورة تلعبت في الشمال عند قاسي سعيد وبيحاول يعدي لكن بيوقفه جمال عمر وعلى الخط على طول عند عادل عبد الحميد وعادل عبد الحميد بيلعب كورة طويلة على خط عند عبد الناصر عباس اللي بيسقط علشان يستلم ويهرب من الرقابة وبتتلعب الفاول بسرعة عند عادل عبد الحميد وبيقع وياخب منه وكورة بتوصل عند جمال عمر اللي بيلعب فيلمين لابو ناصر ديب عند زيزو وطويلة فيلمين عند عادل عبد الحميد ما يحصلهاش كورة طويلة عند عادل عبد الحميد بيجري عليها وما بيلحقهاش وتبقى ضربة مرمى لنادي الزمالك لعب حسين السيد وتوصل لقاسي سعيد لعب الجزائر المحترف في نادي الزمالك وكان مصاب السنة اللي فاتت وتقريباً ملعبش غير ثلاث أربع مباريات مع نادي الزمالك وفاول لصالح أسوان عند حسين صلاح اللي بيلعب ليه محمد عمر فعنده بنصر ديب مره تانية فبالنصر دي بيحاولي عادي وبيرجع كورة وره عند محمد علي أسوان مسكى كورة بقالها خمس دقايق وكورة عند حسين صلاح اللي بيفكر يشوت وشات فعلاً وكورة بعيدة تبقى ضربة مرمى لنادي الزمالك يحيى النبي بيلعب كورة بتوصل عند عادل عبد الحميد اللي بيلعب كورة عند محمد محمود ومعاه محمود نبيل محمود نبيل بيحضن عالكورة وتبقى رمي التماس الزمالي وحسين السيد بيلعب الكورة برا علشان فيه لاعب من أسوان واقع على الأرض ولايمان بيندهل الحكم عبد السبتار علي موسى الزهر فيه حاجة وأنا شايف الحكم بيطلع انذار وأول انذار فيه المباراة ليحيى نبيل أول انذار في المباراة لمحمد صبري لأنه ضرب لعب أسوان بدون كرة الحقيقة لازم اللعيبة تمسك عصابها وتلتزم بالروح الرياضية في المباراة اشتركوا في القناة وتلعب ترمي التماس من عند حسين صلاح اللي بيرجعها بيروح ليضيها لأشرف قاسم وأشرف قاسم بيلعب كرة طويلة بتوصل عن دقاس سعيد في دماغه على طول ما تلاقيش غير هاني همام لبرو أسوان الحقيقة زي ما شايفين حضراته هو فريق أسوان نجز للزمالك وبيبادل نادي الزمالك الهجمات بتوصل لزيزو اللعيب كرة طويلة عند محمد محمود وأشرف قاسم بينظف مرة تانية بتوصل لزيزو ويدخل مع اسماعيل يوسف وتبقى رمي التماس لنادي أسوان الكرة مع حسين صلاح فيرمي رمي التماس بتوصل لقاش السعيد اللي بينقل بسرعة ويتنظف عبدالله تروري وعند وسامة نبيه مرة تانية وفاول إن شاء الله تقام نهائيات دورة بطولة كاس السيد الرئيس محمد حسني مبارك في مدينة لوصر في من ستة تسعة إن شاء الله إلى عشرة تسعة وقاش السعيد بيلعب كرة بشماله بتوصل لزيزو يلمي كرة عند عبدالناص العباس ومعطوعة من يحيى نبيه لعشرف قاسم لنبيه محمود وقرة طويلة يجري عليها مسامة نبيه ويرعب هاني همام وتبقى رمي التماس لنادي الزمالي تارك وكرة مع أحمر الكاس بتتخطف منه وتوصل لمحمد محمود اللي بيرجع كرة عن لزيزو وجمال عمر في ناحية الشمال لمحمد محمود مرة تانية لزيزو وكرة على الأرض سريعة ويطاعها ناحية نبيل ويحيى نبيل لأحمر الكاس اللي بيرمي في اليمين كرة طويلة فهو اللي صالح أسوان واللي بيلعبه جمال عمر وبيرجع لهاني همام مرة تانية كرة اللي قدام عند عبد الناصر عند ابو الناصر الديب اللي بيحاول يعدي وفعلا بيعدي تتول منه ونبيل محمود بيشوت كرة أي كلام تبقى رمي التماس لصالح أسوان إن شاء الله نادي الزمالك عنده لقاء مع فريم كناس المغربي في أول لقاءات بطولة أفريقيا لأبطال الدوري إحنا بنتمنى للزمالك التوفيق لأنه بيمثل مصر هو والمقاولين العرب في البطولة هزا الموسي ورمي التماس لصالح الزمالك بتتلاعب عن نبيل محمود اللي بيلعب كرة طويلة عند قاش سعيد وبدماغه بتلاقي هاني همام وهاني همام لجمال عمر اللي بيلعب على اليمين لعبد الله تروري كرة عند عازل لحمة وعازل عبد الحميد يا سلام يا ابو النصر عبد النصر عباس بيلعب كرة بكعب وجميلة لعازل عبد الحميد ما بيقدرش يكمل بيها ومعطوها من جيزو مرة تانية وهجمة مرتدة لصالح أسوان وجيزو بيلعب كرة بشماله بتعلى فوق العرضة وتبقى دربة مرمى لصالح الزمالك فتح على ساعتي 30 دقيقة بين الشوت الأول وما زالت النتيجة تقدم نادي الزمالك بهدف للا شيء أحرز وطاري مصطفى في الديقة 12 نبيل محمود بيلعب ضربة المرمى وكرة عالية بتوصل ليه محمد صبري اللي بيلعب كرة 8-18 بتوصل عند أحمد كمان وبإيده بسرعة لحسين صلاح وعبد الله تروري لابو النصر ديبوا كرة جميلة بيكمل بيها حسين صلاح وحسين صلاح بيحاول يشوتوا كرة اي كلام بعيدة عن الثلاث خشبات وتبقى ضربة مرمى لنادي الزمالك الحقيقة فريق أسوان بيبني هجمات كويشة جدا لكن بيشتعقله قدام مرمى نادي الزمالك حسين السيد بيلعب ضربة المرمى بتعدي خط النص وتلاقي زيزو عند محمد محمود وزيزو مرة تانية اللي بيلعب بعقل لمحمد علي ومحمد علي بيلم الكرة بيدور على حج يديره بيجيله حسين صلاح بيلعب لابو النصر ديب دينمو أسوان وابو النصر بيكمل وبيلعب كرة لعبد النصر عباس واسماعيل يوسف بيلم ومرة تانية وفي اللي بيل تاري مصطفى اللي أحرز هدف الزمالك لغاية دلوقتي وهاني همام عند جمال عمر وهجمة مرتدة لفريق أسوان بيرجع لمحمد عمر بقرة قدام لعادل عبد الحميد مطوعة من عادل عبد الحميد لكن تطلع قاوت وتبقى رمي التماس لنادي أسوان يلعب عادل عبد الحميد رمي التماس عند محمد محمود اللي بيسقط كرة جميلة لعادل عبد الحميد في الناحية المين وعادل عبد الحميد بيمشي بالكرة لكن الكرة بتخبط في رجله الكرة بتخبط في عادل عبد الحميد وهي خارجة بتخبط في لعيد من الزمالك وتبقى كورنر لأسوان وبتتلعب الكورنر وتتربع الكرة وبيصل عليها حسين السيد ويمسك الكرة بيضوا على طول لأسرف قاسم ما يستمر الزمالك لأحمد الكاسكورة سريعة لطاري مصطفى طاري مصطفى كان متأخر حسين صلاح بيلعب القاوت بتوصل لمحمد علي اللي بيلعب لزيزو وفاول على محمد طابري وتلعبت الفاول وبتوصل لهاني همام لأبو النصر تضيب خط وصل عسوان الكورنر جميلة اللي حسين صلاح بيكسر بيها وبيلعب كورنر في اليمين بتوصل عند محمد عمر بكورة ماتوعة بيكمل بيها أسامة نبي لأيمان منصور اللي بيسقط ناحية الشمال عشان يستلم ويهرب من الرقابة ويمتشاتة توصل لعبدالله تروري قاسي قاسي ارجع هو السيم اللي عندك محمد صبري مرة تانية وافصايد تسلل على قاسي سعيد وانا شاهد الكابتن محمود ساعلي بيشوير اللي بيقول له ارجع وما تتقصي فيه لفصايد بتلعبت الكورة بتوصل لجمال عمر اللي بيرجع لهاني همام وهاني تليمين لعبدالله تروري واسوان بيبدأ هجمة منظمة كالمعتاد فعبدالله تروري بيلعب كورة طويلة بتلاقي احمد الكاس ومحمد علي مرة تانية في اليمين عند ابو النصر الديب فابو النصر واحمد الكاس بياخدها ابو النصر وكورة مرتوعة من ابو النصر ويطلع عليها حسين السيد ويمسك بكورة قبل محمد محمود كورة جميلة مرتوعة في السندوق محمد صبري محمد صبري بيلف حوالين نفسه وبيلعب كورة لحمد الكاس في الشمال عنده سامة نبي لحمد وماطوعة من زيزو زيزو بيلمس معي يوسف ويلعب كورة في الشمال لمحمد عمر محمد عمر بيتقدم ويتجيزو مرة تانية وبيريح كورة لهاني همام اللي بيلعب كورة في اليمين لعبد الناصر عباس بيطلع عليها حسين السيد ويمسك الكورة قبل منه حسين السيد شاك محمد صبري 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 كورة بتوصل لهاني همام مرة تانية محمد صبري محمد صبري محمد صبري محمد صبري واللي بمثلنا فيها النادي الاهلي وحنا بنتمنى له التوفيق وهي سوف تقوم مبرايات النادي الاهلي على أستاذ القاهرة ان شاء الله محمد صبري محمد صبري في رجل الشمال بيشوت كورة قوية بيطلع عليها أحمد كمال بالبوكس ويحول الكورة ضربة رفنية لصالح نادي الزمالي برافو أحمد كمال صاحي محمد صدري شاد كورة مفاجأة لكن أحمد كمال كان معاها وبيحولها كورنر أحمد كمال حارس مرمى أسوان عنده 25 سنة ومن حراس مرمى الممتازين وتلعب الكورنر بيطلع عليها أحمد كمال برافو أحمد وبيلعب على طول لعبد الناصر عباس بتوصل لأبو النصر الديب اللي بيكمل دايما وراف روضة أسوان مع طوعة لأشرف آسم في ناحية الشمال عند محمد صبري اللي بيطلع الكورة قاود بروح رياضية علشان أبو النصر الديب واقع على الأرض من الهجمة اللي فاتت هو وجارب الكورة خبط فيه يحيى نبيل وتلعبت القاود لأشرف آسم اللي بيرمي لسماعين يوسف زي ما عارفين حضراتكو اسماعين يوسف لعب نادي الزمالك من أبناء أسوان هو واحمد الكاس وكورة بترجع مرة تانية لنبيل محمود اللي بيرجع علي أشرف آسم وأشرف آسم بيلعب على طول ومقطوعها من أبو النصر الديب وبتتقطع منه لمحمد صبري وشان كده من نصر أبو الديب وفاول لصالح الزمالك ونالي الزمالك بيطلب التغيير خارج أحمد الكاس بعد المرور تسعة وتلاتين دقيقة من الشوت الأول وحينزل تامر عبد الحميد الجماهير بتحيي أحمد الكاس ابن أسوان ونعب نادي الزمالك والمنتخب القومي واشرف آسم بيلعب الكورة بتوصل عن إسماعين يوسف اللي بيلعب لمحمد صبري وفي اليمين لأشرف آسم وكورة لقدام المرادي عند قاسي سعيد وبتطلع منه ضربة مرمى لنادي أسوان أربعين دقيقة من الشوت الأول وما زالت النتيجة تقدم نادي الزمالك بهدف للأشيخ أحرجه طاري مصطفى في الديئة أتناشر وحسين صلاح بيلعبر مية التمات بتوصل ليحيا نبيل ومحمد صبري عند إسماعين يوسف وإسماعين بيلعب كورة في اليمين حلوة في الشمال حلوة عند وسامة نبيه فبيلحق هاش وتبقى ضربة مرمى لنادي أسوان زي ما شفتوا حضراتكو في بطولة الأولمبياد لأطلنطا معوقينا الحقيقة شرخونا وهجمة لنادي أسوان بتوصل ليه محمد محمود اللي بيلعب كورة على طول لعبد الناصر العباس بيطلع لها حسين السيد ويمسك بكورة قبل منه شفتوا حضراتكو أبطالنا المعوقين في أطلنطا ادروا الحمد لله يحصلوا على 30 ميدالية متنوعة والمركز الواحد وعشرين ودي حاجة مشرفة وابن اتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في الأولمبياد القادم الكورة بتوصل لجمال عمر عن لزيزو لعبد الناصر عباس لزيزو مرة تانية وفي المين لعازل عز الحميد المتقدم بيشوف كورة فيرس تايم نبيل محمود بيلعب ضربة المرمى وعاليا بتعدي خط النص وكورة بتوصل لهاني همام وكورة عاليا بيطلع عليها سماعين يوسف بيأخذها قاش سعيد لكن بيشترك معا جمال عمر وياخد الكورة وتوصل لمحمد محمود محمد محمود كورة لحسين صلاح مأطوعة من تامر عبد الحميد أول كورة يرمسها تامر عبد الحميد وتترمي عند أسامة نبيه لمحمد صبري ومحمد صبري في المين لأشرف آسم اللي بيتقدم ورها فرودته وبيلعب كورة لتامر عبد الحميد بيحاول يوقفها لكن تطلع منه رمي التماش لصالح أسوان وتلعبت رمي التماش عند أحمد كمال الحقيقة النظام والأمن هنا حاجة جميلة والأستاذ في أسوان أصبح أستاذ أولمبي ودولي ونتمنى من المجلس الأعلى للشباب والرياضة إن شاء الله إنه يكون هنا في مجموعة وكورة مع محمد صبري وداخل منطقة جزاء أسوان وبيحاول يعدي لكن عبد الله تروري برعب عبد الله بيطع منه الكورة وبينظف المنطقة وتوصل لي إسماعيل يوسف اللي بيلعب في الشمال لأشرف آسم الكورة عند وسام النبي بيحاول يعدي وبيعدي من ناحية الشمال وبينعب كورة بالعرض وبيطلع عليها أيمن منصور لكن ياخدها حسين صلاح وتبقى كورنر كورنر صالح الزمالك وحيلعبه بشماله علشان يبقى فيه هواو وتلعبت الكورة بيطلع فيها أشرف آسم اللي بيطلع لأول مرة في منطقة 18 بتاعة نادي أسوان وقالشا من أشرف آسم وتبقى ضربة مرمى لصالح نادي أسوان وبتتلعب بسرعة كورة بتوصل لتامر عبد الحميد طاري مصطفى زي ما قلت الحضراتكم إن الأمن والنظام هنا فيه استاد أسوان حاجة جميلة والاستاد نفسه أصبح أولمبي واستاد دولي ونتمنى إن شاء الله إن نشاهد على هذا الملعب مباريات لكاس العالم للشباب إن شاء الله في سنة 97 اللي حتنظمها جمهورية مصر العربية إن شاء الله وكورة توصل لعادل عبد الحميد وهجمة مرتدة لأسوان عند محمد علي مع توعة نبيل محمود عند إسماعيل يوسف اللي بيلعب لمحمد طبري وخمسة واربعين دعية على ساعتي من الشوت الأول ومازالت النتيجة تقدم نادي الزمالك بهدف للا شيء أحرزه طاري مصطفى في ديئة 12 وعبد سطار موسى بيقول لأشرف آسم رجع الكورة الورا وأشرف آسم بيرجع الكورة حسب تعليمات عبد السطار موسى التزام وسنوك وكورة بتتلعب وبيطلع عليها عبدالله تروري ويأخذ فاول أيمن منصور وهو وطالع في الكورة سند على عبدالله تروري وأحمد كمال بيلعب الفاول بتوصل ليه عبدالناصر عباس في اليمين يا ولد يا عبدالناصر كورة جميلة من عبدالناصر عباس بيعدي بيعدي من يحيى نبيرو تتقطع منه لأنه مشي بيها زيادة عن اللزوم وبيصفر عبدالسطار موسى علشان ينتهي الشوت الأول من لقاء الزمالك واضحة موسيقى 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 هنا ملعب أسوان حيث مباراة أسوان والزمالك وأحداث الشوت الثاني زي ما عارفين حضراتكو إن الشوت الأول انتهى بتقدم نادي الزمالك بهذف للا شيء أحرازه طاري مصطفى في ديئة 12 وبي بيبدأ الشوت الثاني كورا مع اسمعين يوزر بتوصل عند هاني همام وهاني همام بيلعب كورا طويلة عند عبد الناصر عباس فيرود أسوان وبيسخل معاة يحيى نبيل ويطلع كورا رمي التماس لصالح أسوان بتلعبت الكورة بتوصل لزيزو زيزو واشف قاسم ويرفع كورة في الشمال طويلة بتخرج بره المنعب وتبقى ضربة مرمى لصالح الزمالك زي ما شفتوا حضراتكو احداث الشوت الاول كان هجوم متبادل ما بين اسوان والزمالك واستطعنا للزمالك انه يحرز هدفه الاول لطارق مصطفى وضيع اسوان اكتر من 3 فرص وكورة اتلعبت وتوصل لطارق مصطفى وتتقطع منه وتوصل عندي زيزو ومعطوعة من زيزو لطارق مصطفى مرة تانية اللي بيرعب كورة بينيها لقاسي سعيد بيشوت كورة بيمينه على طول وقلشة وتبقى ضربة مرمى وصالح اسوان احمد كمال بيلعب ضربة المرمى ونعب لهاني همام اللي بيلعب على شماله لجمال عمر وجمال عمر لحسين صلاح وحسين صلاح عند محمد علي اللي بيشوت بيمينه كورة جمدة مفاجأة وصاحي حسين السيد وبيمسك الكورة كورة مفاجأة من محمد عمر في بداية الشوت الثاني على شمال حسين السيد وبيلعب حسين السيد الكورة على طول بتوصل لقاسي سعيد وقاسي سعيد ماشي في ناحية الشمال ومعها جمال عمر وهاني همام وفاول على قاسي سعيد وبتتلعب الفاول في صورة عند ابو النصر الديب تنمو أسوان اللي بيلعب كورة طويلة بيطلع عليها نبيل محمود بالهد وماطوعة من وسامة نبيه وعند عادل لحمة في الناحية لمينه كورة بالعرض بيطلع عليها حسين السيد ما تلاقيش حد ويمسك الكورة قبل ما توصل لمحمد محمود هجمة مرتدة خطيرة لأسوان من الناحية اليمين ناحية عادل عبد الحميد ولائب حسين السيد كورة طويلة بيطلع عليها أيمان منصور وبيلم الكورة بحرفانة ويتكعب الوع وتوصل لإسماعين يوسف وفاول لصالح إسماعين يوسف نتيجة عرقلة من زيزو وتوصل لأيمان منصور اللي بيريح الكورة لأشرف قاسم وعلى طول كورة طويلة عنده وسامة نبيه وماطوعة من وسامة نبيه بتوصل الهاني همام عند زيزو وعبد الناصر عباس اللي بيهرب من الرقابة ويحي نبيه معاه مشتايبه وفي كل مكان أبو الناصر الديب وكورة طويلة لزيزو بحاول يجري عليها لكن الكورة بتوصل لحسين السيد وبيرعب بيده على طول عند محمد صبري اللي رابط دماغه وصبري بيشماله عند إسماعين يوسف ماطوعة عند محمد محمود وفاول صبري 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 كمي كمي وتلعبت الفاول وابو الناصر بيلعب لعادل عبد الحميد ومرة تانية من غير ما يبص وتبقى رمي التماس لصالح الزمالي وتلعبت القاوت عند أشرف آسم وأشرف بيلعب ماطوعة من جمال عمر وفي الشمال كورة عند حسين صلاح اللي بتقدم وراء فروزة أسوان لكن ماطوعة من تامل عبد الحميد وتوصل لإسماعيل يوسف وإسماعيل يوسف بيهد اللعب وبيلعب لتاري مصطفى في اليمين وتاري مصطفى بيكسر قوة وبيلعب كورة بينية عن أيما منصور اللي بيحاول يعادل من عبد الله ترولي ويفاول لصالح أسوان فاول لأسوان واللي حيلعبه هاني همام هاني بيلعب لحسين صلاح 25 سنة وتنائل من مغاغة لأسوان هذا الموسم وبتوصل عن جمال عمر اللي تنائل من الشرقية للدخان لأسوان أيضا هذا الموسم وتاري مصطفى بيلعب كورة من غير ما يبوسط لها يا ابو النصر الديب والديب بيطلع لكورة في كل حتة وتاني الديب بيعدي وبيلعب كورة في اليمين ما طوعة من يحيى نبيل وجمال عمر بيسقط ليح التن صلاح اللي بيصلح كورة بسدره جميلة عند محمد محمود وبيحط فيها وش رجله على يمين حسين السيد وتبقى ضربة مغمى لصالح الزمالي وتلعبت بسرعة عند محمد صبري اللي بيلعب بشماله كورة عند تاري مصطفى وايمان منصور ومعه عبدالله تروري وعبدالله تروري يزوق كورة بسن الجزمة وتبقى ضربة رفنية لصالح الزمالي قرنا للزمالي في الناحية الشمال فانا شايف احتياطي نادي الزمالي يسخنوا ورا جون احمد كمال وتلعبت الكورنة العالية بيتلحها حسين صلاح وتوصل عن دزيزه اللي بيلعب كورة عالية يطحها محمد صبري ومحمد صبري اللي سمن به وسمن به بيكسر في اليمين وهو اشوال ومش قادر يشوت وبيشوت يمينه كورة قوية تخرج على شمال احمد كمال وتبقى ضربة مرمى لصالح اسوان زي ما عارفين حضراتكم ان اسامة نبيه اشوال وكورة لما بتيجي على شمال وبيبقى فيها كلام تاني وأحمد كمال بيلعب ضربة المرمى وتلعبت عالية عند محمد محمود بيطلع معاه نبيل محمود وياخد الكورة عن اسماعيل يوسف وترجع له مرة تانية وعلى يمينه لتامر عبد الحميد ومعتوعة من حسين صلاح وتامر عبد الحميد بيشده وتبقى فاول عبد السطار عارم موسى مع كل كورة الحية وفاول محترفين من ايمن منصور بيتتلعب من اشرف قاسم لمحمد صبري اللي تنقل في الناحية الشمال بلاج سورا بلاج سورا وصبري بيرجع وراء عند نبيل محمود ونبيل بيرعب كورة في اليمين عند طاري مصطفى بيحاول يعدي لكن يلاي محمد عمر فوش ويطع منه كورة كورة طويرة عند عازل عبد الحميد اللي بيتكعلن وهو بيجري وتوصل الكورة لأسامة نبيل عند يحيا نبيل ويحيا بيلعب كورة طويرة بتعدي خط النص وفاول على عيمة منصور والزمالك كله راجع في ملعبه وهاني همان بيلعب عند محمد عمر وهاني همان بيلعب عند جمال عمر وجمال عمر بيلعب كورة لعبد الناصر عباس بيختفى طاري مصطفى وتطلع منه رمي التماثي صالح أسوان عازل عبد الحميد لعب الآود وترجع له مرة تانية وكورة جميلة مرفوعة بالعرض بيطلع عليها حسين السيد وبيدو على طول عند أيمان منصور وماطوعة من عبد الله تروري اللي بيلعبه وبيجري معاه في كل مكان ومتشاته من زيزو على يمين حسين السيد وتبقى ضربة مرمى للزمالك وتلعبت ضربة المرمى لأشرف قاسم محمد صبري وسامانه بيه في الشمال هو عادل عبد الحميد بيحاول يعدي وعده فعلا من عادل عبد الحميد ويقابله هاني همام اللي بيحضن على الكورة ويسيبها علشان تبقى ضربة مرمى لصالح أسوان وتلعبت ضربة المرمى لهاني همام وكورة طويلة عند عبد الناصر عباش ويحيا نبيل بيطاعها يحيا نبيل والمحمد محمود مرة تانية عند اسماعيل يوسف بترجع لتامر عبد الحميد وعبد الله تروري مع عيمان منصور في كل الكورة وبتوصل لطارق مصطفى وطارق مصطفى في اليمين لعيمان منصور اللي بيهرب من عبد الله تروري وفي الناحية الشمال بتتيل ليه بلم زيزو الكورة قبل محمد صبري يه صارك حرب صارك حرب عيمان ابو الناصر الديب عندي زيزو زيزو بيبوس عن ملعب وبيلعب لعبد الله تروري وعبد الله عند محمد علي اللي بيرجع له مرة تانية علشان يفتحه صغرة في ديفنس الزمالك وزيزو بيلم الكورة وراجع معاه قاسي سعيد علشان يقوم بوجبه والدفاعي وعبد الله بيغير الملعب عند محمد علي وأسوان ماسي الكورة وجمهور بيحيي نادي أسوان وعادل عبد الحميد بيحاول يشوت الكورة في أسامة نبيه لكن أسامة نبيه ينطمن على الكورة وتبقى ضربة مرمى لصالح الزمالك أنا شايف طه عبد المعطي بيسخن على الخط وأسوان بيطلب التغيير وتلعبت ضربة مرمى عالية بتوصل لهاني همام بيرجع ليه جمال عمر وجمال في الشمال لهاني همام وهاني همام بيشوت الكورة بره الملعب علشان جمال عمر بيشتيكي الزهر مصاب ولا حاجة والحكم عبد السبتار موسى بينده رجال العلاق الطبيعي لنادي أسوان علشان يقوموا اللاعب وقام جمال عمر وبتلعب رمية التماس بروح رياضية من تامر عبد الحميد عند أحمد كمال وأحمد كمال على طول لهاني همام وفت على ساعة 11 دقيقة من الشوت الثاني وما زالت النتيجة تقدم الزمالك بهدف للا شيء أحرازه طاري مصطفى في الدقيقة 12 من الشوت الأول والجمال عمر اللي كان مصاب وتعالج بيلعب الكرة وبتوصل لتامر عبد الحميد وتخرج منه قاوت لصالح نادي أسوان التغيير الأول لأسوان خارج جمال عمر وحيدخل طاها عبد الماضي ونزل طاها عبد الماضي وطاها عبد الماضي عنده 25 سنة واتنقل من الشرقية للدخان لنادي أسوان هذا الموسم وأول كرة يلمسها طاها عبد الماضي بعد ما نزل وانتو مع ابو النصر الديب وكرة مع طاها عبد الماضي في ناحية الشمال بيطلع قاسي سعيد اللي راجع علشان يقوم بوجبه الدفاعي وبتوصل الكرة لعبد الله تروري بيلعب لزيزو ومع اسماعين يوسف عبد الله تروري مرة تانية لعادل عبد الحميد وانتو مع زيزو وكرة في اليمين لعادل عبد الحميد وبيلعب بسرعة ويطلع أشرف قاسم الكرة برا ملعب وتبقى رمية التماس لصالح أسوان طاها عبد الماضي بيلعب رمية التماس عند حسين صلاح اللي فاضي بحاول يلعب كرة في العرض تخبط في يحيا نبيل وتوصل ليه تامر عبد الحميد في اليمين وتامر عبد الحميد ماشي بالكرة وبيلعب كرة طويلة عند أيمان منصور وتعديه قدامه ومعه عبد الله تروري ماش سايبه لمحمد طبري اللي جاي من ناحية الشمال وبيعدي من زيزو وبيدخل الثمنتاشر وبيشب كرة بتلحها عبد الله تروري وعبد الله بينم من هاني همام وعبد الله تروري مرة تانية وهاني همام بيلعب كرة طويلة بتوصل عند أشرف قاسم وأشرف قاسم لنبيل محمود لإسماعيل يوسف عند محمد طبري ومحمد طبري بيعدل على رجله الشمال لكن بياراها هاني همام ويطاحة وتوصل لطاعة عبد الماطي اللي لسه نازل وطاعة بيحاول يعدي منه سامة نبيل ومعطوها عند طاري المصطفى اللي بيلعب كرة لأيمان منصور وإيمان منصور عند محمد طبري ومحمد طبري بيعدي من هاني همام ويلعب كرة عند قاسي سعيد اللوائف أكسايد راية وصفارة محمد كمان بيلعب كرة على طول عند زيزو وزيزو بيلعب كرة في اليمين عند عادل عبد الحميد مصدر الخطورة على نادي الزمالك ويحاول نبيل بيرجع كرة بيرجله لحسيد السيد اللي بينطف المنطقة على طول لكن الكرة تخرج بره الملعب وتبقى رمية تماث لصالح أسوان لعب زيزو رمية التماث لعادل عبد الحميد وترجع له مرة تانية وبيعدل على شماله وبيشوت كرة قوية بتعلى وتخرج بره الملعب وتلعبت الكرة عند تامل النحاس في اليمين اللي بلاعب كرة بالعرب بيطل عليها أحمد كمال ويمسك الكرة ويلعبها لعادل عبد الحميد أنا شايف عماد النحاس من أسوان بيسخن على الخط وعبد الناصر عباس لاعب أسوان والمتخب الأولمبي وكرة مع زيزو عند حسين صلاح اللي فاضي وبيلعب كرة في اليمين عند عادل عبد الحميد وبيكسر بيها وبيشوت لكن أسامة نبيه معاه وبيحطه رجله في الكرة وتبقى كورنر لصالح أسوان الحقيقة أسوان بيهاجم ومش ساكت وبيعمل هجمات مرتدة خطيرة عن طريق عادل عبد الحميد اللي بينطلق بسرعة وضعت أكتر من فرصة لأسوان من بداية الشوت الأول عادل عبد الحميد حيلعب الكورنر وتلعبت الكرة لكن بتوصل لحسين السيد وبيب إيده على طول لمحمد صبري ومحمد صبري بتتقطع منه وتوصل لمحمد محمود هو الجنب هو حسين السيد في شوت كرة على شمال على يمين حسين السيد وحسين السيد متخدم وإضاءهم فاضي وبتطلع رمية رفنية دربة رفنية لصالح أسوان أول فرصة حقيقية لأسوان محمد محمود منفرد بالمرمى الخالي تماما لكن بيحط الكرة بره الثلاث خشبات والمدرجات بتشعله وهي بتقول أسوان أسوان الكرة بتصحسح الجمهور في المدرجات وعلى طول محمد محمود سعد وفرنر على الخط ونبيل محمود بيلعب ضربة المرمى هجم خطر لصالح أسوان محمد محمود فرود أسوان بينفرد بحسين السيد لكن الكرة بتطلع منه خارج الآي من يبين وبتصل لمحمد محمود مرة تانية اللي بيحاول يلمل أبيل محمود وبيرعب كرة مطوعة من طاري مصطفى والنادي الزمالك حس بالخطر وأيمان منصور مع عبدالله تراوري مش سايبو وعبدالله تراوري الحقيقة لغاية دلوقتي ناجح في رقابة أيمان منصور والجمهور كله اللي موجود في المدرجات بيشجع أسوان وهاني همان بيلعب الكرة في الشمال عند محمد محمود لكن معانا بيل محمود بيحصل على الكرة والحكم بيقول كورنر لصالح أسوان في الناحية الشمال وأسوان بيطلب التغيير ونازل عماد شاكر رقم 22 والزمالك أيضا بيغير ويخرج محمد صبري وينزل محمد عبدالجليل ويطالع محمد محمود وينزل عماد شاكر والحكم عبدالسطار موسى بيستاني في المباراة والكورنر تلاعب بيطلع ليحسن السيد وتقع من إيده وما تلاقيش حد من الأسوار ويمسكها مرة تانية حسين السيد بيلعب الكرة بتوصل عند محمد عبدالجليل اللي لسه نازل وإحمد شاكر أيضا وكورة عند عادل عبدالحميد وماطوعة من نبيل محمود بيجرع لها حسين السيد علشان يلحاها لكن بتبقى كورنر لصالح أسوان وهجوم لأسوان وهتغيير هجومي من المدير الفني محمد عمر وكورة عند أبو النصر الديب وماطوعة من دفنس الزمالك عند محمد عبدالجليل محمد عبدالجليل زي ما عارفين حضراته وكان بيلعب في الأهل واتناهل للزمالك ومعاه أزيزو وتبقى كورة رمي التماس لصالح الزمالك وبيلعب طاري مصطفى رمي التماس عند قاسي سعيد في الشمال وبيعادي وبيدخل معه زيزو ويطلع الكورة رمي التماس لصالح الزمالك تاري مصطفى بيرمي الآوت على الآيم الأولاني لأحمد كمال كورنر الزمالك في الناحية الشمال واللي حيلعبه تامر عبدالحميد وتامر بيلعب الكورة بيمينو وتلعب الكورة وبيطلع عليه هايمن منصور وتغيير لأسوان بيخرج عادل عبدالحميد وينزل عماد النحاس عماد نحاس رقم 16 وتغيير للزمالك بيخرج وسامة نبيه وينزل عصام مرعي في ديئة 23 وتوصل لمحمد عبدالجليل وطاها عبد الماطي ولعبة خطرة على طاها عبد الماطي اللي رافع رجله في الكورة وياخذ فاول عبدالجليل وتوصل لأشرف آسم لأشرف آسم مرة تانية وكورة مزنوقة وماطوعة من أشرف آسم وتوصل عند حسين صلاح في الشمال وهجمة مرتدة لأسوان عند زيزو وزيزو بيلعب كورة ماطوعة وتبقى رمي التماث لأسوان بيلعب على طول محمد علي الكورة عند زيزو في الناحية اليمين وشوف كورة تخبط في اسماعين يوسف وتبقى كورنر لصالح أسوان كورنر واللي حيلعبه زيزو بيلعب الكورة بشماله على الآيم الأول بيت اللاحة اسماعين يوسف وتوصل لعبدالله تروري لهاني همام لأبو النصر الديم اللي بيسقط كورة لعبد النصر عباس بتوصل لمحمد عبد الجليل وبيجليل وحصان مرعي في الشمال مدهوش بيلعب لتمر النحاس في اليمين وتوصل لأبو النصر الديم وتخرج من تامر عبد الحميد بره الملعب وتبرمي التماثل أسوان اللي بيلعب على طول كورة مع الديها بالعرض بتوصل لعسام مرعي فأول كورة يلمسها من ساعة ما نزل يا ولد يزيزو بيلم كورة عالية من فوق محمد عبد الجليل وبيحاول يعدي بفاول على زيزو زي ما شفتوا وحضراتكم معتمة جمال في مباراة الزمالك مع اتحاد عثمان كان بيلعب لبرو لخط النص علشان يمول المهاجمين وفي مباراة الاتحاد السكندري كان بيقوم بنفس الدور عسام مرعي اللي غير دلوقتي ونجح عسام مرعي في المباراة في انه ينفذ فكر المدر الألماني فرنس وكورة مع محمد عبد الجليل وبيحاول يعدي وتوصل لهاني همام ومعطوعة وهجمة مرتدة لأسوان وأسوان بيعمل الهجمة مرتدة بسرعة كبيرة وبتوصل لأبو النصر الديب وعبد الستان موسى بيقول مفيش حاجة ويمشي الكورة ومحمد عبد الجليل مرة تانية وكورة في الشمال عند حسين صلاح بيجري عليها وبيحصل الكورة وحسين صلاح بيرفع كورة بيمين وجميلة بتوصل لعمال شاكل لعبد النصر عباس وكورة بتخبط في يد عبد النصر عباس وتبقى نمسة يد على أسوان وعبد السلطر بيرجع الكورة من مكانها كورة مع نبيل محمود وانا شايف عبد النصر عباس وزاهر عن رشاد عظلي وفاول لصالح الزمالك وفاول لصالح الزمالك وتلعبت الفاول من نبيل محمود عند يحيا نبيل ويحيا بيلعب الكورة لعبد الجليل اللي بيرجع الوراء لأشرف آسم وأشرف آسم ماشي بالكورة ومحدش داخل عليه من أسوان ويلعب كورة وعند خاسي سعيد اللي بيشير كورة قوية على شمال أحمد كمال وأحمد كمال بيكلم خط الدفنس لأنهم سابوا قاسي سعيد لوحده وده لعيب محترف وخطر وتلعبت ضربة مرمى مشارعة عند هاني همام اللي بيلعب لأبو النصر الديب وبالنصر الديب بيغمز الكورة عند هاني همام اللي بيلعب لطاعة عبد الماطي في الناحية اللي مينو ماتوعة من طاري مصطفى وطاري مصطفى بيتأدن في الناحية الشمال ويلعب كورة لعبد الجليل اللي بيحاول يعدي كورة عند دايما منصور لكن ماتوعة من هاني همام مهاجمة مرتدة لأسوان عند حسين صلاح وحسين صلاح بيتأدن ويلعب كورة جميلة عند عمال شاكر قراية وصفارة وفصايد وفصايد على عمال شاكر الحقيقة أسوان بيأدي مباراة قوية وجميلة وبيعمل هجمات مرتدة خطيرة على مرمى حسين السيد وتلعب كورة عند صام مرعي وبتوصل لمحمد عبد الجليل وعلى ساعة 30 دقيقة من الشوت الثاني ومازالت النتيجة تقدم الزمالك بهدف للشيء أحرازه طاري مصطفى في ديئة 12 من الشوت الأول كورة بتوصل لهاني همام وهاني لحسين صلاح عند عمال النحاس وبتوصل لزيزو في اليمين وكورة جميلة من زيزو عند حسين صلاح وماتواة من تامل عبد الحميد عند سعيد قاسي قاسي سعيد ماتواة عند قاسي سعيد وعصان مرعي لمحمد عبد الجليل مرة تانية وعبد الجليل بيرعب كورة في اليمين واندخاسي سعيد ووفتايد رايا وصفارة أسوان بيرعب على مسجد التسلل وخط الدائر الغج دلوقتي ناجح في تطبيقها وكورة بتوصل لمحمد عمر ومحمد عمر بيرجع عند هاني همام اللي بيرمي كورة طويرة عند عبد الناصر عباس وبيلعب كورة لعمال شاكر اللي وقف وماكملش وبتوصل لعصان مرعي والمحمد عبد الجليل وابو الناصر دي بيطلع كورة بره الملعب وتبع رمي التماس لصالح الزمالي وكورة لطاري المصطفى بيلعب لعصان مرعب في الشمال لمحمد عبد الجليل وبيتعملنه محمد عمر الكورة بتوصل لزيزو اللي بين اللي طاع عبد الماطي لعبد الله تراوري اللي بيتقدم لأول مرة عند عماد شاكر ومعطوعة من نبي المحمود لإسماعيل يوسف الحقيقة فرنا المدرب نادي الزمالي بيحاول يجرب كل لعبته علشان مباراة مكناس المغربي في بطولة أفريقيا العبطال الدوري طبعا زي ما حضراتك عارفين إن عملية تثبيت التشكيل لأي فريق بتبقى مهمة جدا وضروري علشان الانسجام والتفاهم بين اللعيبة وعملية تنفيذ الخطة على ساعة يفات واحد وثلاثين دقيقة من أحداث الشوت الثاني وما زالت النتيجة تقدم الزمالي بهدف للاشيء أحرازه طاري مصطفى في الضيئة اتناشر من الشوت الأول ومالعي بيلعب الكورنر وكورة معدية بتنعي نبي المحمود اللي بيشوت كورة قوية بتخبط فيه ديفنس أسوان وتخرج على يمين أحمد كمان وتبقى كورنر لصالح إزمالي القورة معدية قدام ديفنس أسوان بيدخل نبي المحمود ويحط لجلو فيها وتخبط في السكة فيه لعيد من أسوان وتلعب كورنر وعبدالله تروري بينظف المنطقة المرادي وتوصل لزيزو اللي بيلعب على طول لعبدالناصر عباس اللي بيزق على رجله الشمال وأشرف آسم بيلعب كورة طويلة وديفنس أسوان وقف على أنها وفصايد لكن حسين لكن عبدالله لكن عبدالسطار علي موسى بيقول ماشي مفيش حاجة وكورة بتوصل لأسوان يلا اسمعين وبيعطى إسماعيل يوسف لأعصام مرعي وبيخد هزيزو من عصام مرعي وبيلعب كورة لمحمد عمر اللي بيلعب كورة بالشمال عند عماد شاكر وهو وحسين السيد بيطلع عليها حسين السيد ويخدها منه عماد شاكر لكن بتوصل لإسماعيل يوسف وزيزو واعي على الخط وقام ودخل الملعب الثاني وكورة بتوصل لمحمد عبدالجليل اللي بيعزل على يمين وبالشوط كورة على يمين أحمد كمال المتقدم عبدالجليل لمح أحمد كمال المتقدم ولعب الكورة لكن بتخرج جنب الآيم اليمين وتبقى ضربة مرمى لصالح أسوان مباراة قوية وهجمة لأسوان وهجمة لإسلمالك وفريق أسوان مش ساكت وعايز يعوض الهدف اللي ذكر فيه في الشوت الأول وعبدالله تروري عند زيزو اللي بيعب لحسين صلاح وعند محمد عمر لإحمد شاكر وشاكر بيحاول يعدي من نبيل محمود ونبيل محمود كده كدف قانوني ويحضر على كورة وتبقى ضربة مرمى لصالح الزمالي نبيل محمود بيحاول يعطل اللعب وعبدالسطار علي موسى بيحضره بيقول له إلعب بسرعة وحسين السيد هيلعب ضربة المرمى ولعب حسين السيد الكورة عالية يدوب على خط النص ماتوعة من أسوان وعماد شاكر بيعلي وأشرف أسن بيقلس ياه قلطة من أشرف أسن بيحاول بيطلع الكورة برة لكن بتتول منه وكانت رايحة على المرمى الفاضي لأن حسين السيد كان بيتقدم علشان ياخذ منه الكورة وتتول وتطلع كورنر من أشرف أسن وتلاعبت الكورنر على القايم الأولاني لعبدالناصر عباس اللي بيقع على الأرض واسمعين يوسف بيقعب لطاري مصطفى طاري مصطفى لعبدالجليل وبياخذ منه هاني همم وعبدالجليل بيطع مرة تانية وزيزو فرمالا وبياخذ الكورة برافو عزيزو عند طاعة عبدالماطي وطاعة عبدالماطي بيلمس معين يوسف وبيلعب كورة في اليمين لمحمد عمر كورة جميلة ومرفوعة ومحدية ومرة تانية بيطلع ديفنس الزمالك هجوم كاسح من فريق أسوان وكورة برازيلية على الأرض كورة جميلة الحقيقة بيلعبها فريق أسوان والحقيقة لغاية دلوقتي فريق أسوان ونادي الالمونيوم بيقدموا كورة جميلة تليق بالدوري الممتاز وعملوا نتائج كويسة في مبارياتهم اللي لعبوها في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والنهارنا زي ما شايفين حضراتكم أسوان بيلعب كورة جميلة قدام نادي الزمالك وتلعب الكورنر عالية المرة دي بيطلع حسين السيد في توقيت مضبوط ويمسك الكورة و37 دي من أحداث الشوت التانية على سعتي وما زالت النتيجة تقدم الزمالك بهدف للأشيف الشوت الأول أحرزه طاري مصطفى وبيلعب حسين السيد الكورة بتوصل لعمال النحاس من الأسوان وزيزه مرة تانية عند أبو النصر الديب دينام وأسوان وطاها عبد الماطي الحية التغييرين اللي عملهم نادي أسوان غيروا شكل الملعب خالص وبتوصل لعصام ملعي وتبقى رمي التماز بصالح نادي أسوان وتلعبت الآود عند حسين صلاح بيطلع نبيل محمود بيطلع تامر عبد الحميد ويلعب كورة طويرة وينضى في المنطقة توصل لعمال النحاس اللي بيلعب لعبد الله تروري وضغط المستمر من نادي أسوان على مرمى حسين السيد وكورة بتوصل له حسين صلاح وبيحاول يشوت لكن بيجلي وتبقى ضربة مرمى لصالح الزمالك وحسين صلاح وعلى الأرض من الكورة اللي فاتت الظاهر هو بيلعب الكورة بشماله رجل ولفت زيادة عن النزوم وبيصفر عبد السطار علي موسى للعلاج الطبيعي علشان يدخل لحسين صلاح وقام حسين صلاح لأن أسوان استنفد تغييراته الثلاثة وعبد السطار موسى بيصفر علشان يستانف اللعب ونبيل محمود بيلعب ضربة المرمى وكورة بتوصل لعمال النحاس وتاري مصطفى بيجتع الكورة وبليم الكورة جميلة لكن ماتواع مرة تانية من عماد النحاس وبتوصل لكورة عند عبدالله تاروري لزيزو وزيزو لعبدالله تاروري مرة تانية في الناحية الشمال وبتقدم المرة دي عبدالله تاروري وبيلعب لعمال شاكل فروة أسوان اللي غير في الشوت التاني والمعطوعة من تامر عبد الحميد عند محمد عبد الجليل اللي بيد اسماعيل يوسف ويرجع وراء لنبيل محمود وشوتها أي كلام من نبيل محمود تخرج برا الملعب وتروح للجمهور في المدرجات ولعب طاعة عبد الماطي الكورة واربعين دقيقة من الشوت التاني ومازالت النتيجة واحد سفر للزمالك وزيزو بيجرب حظه ويشوت كورة بالشمال تقبط في الدفنس وتوصل لأيمان منصور وأيمان منصور راجع لوراء علشان يساعد دفاع الزمالك ويستلم من النص وأبو النصر يضيف بيلم قاسي سعيد الجزائري المحترف في نادي الزمالك وكورة عن حسين صلاح بتوصل لطاعة عبد المعطي وجميلها في اليمين ما طوع من عصام ملعي وعصام ملعي بيلم الكورة ومعام محمد عمر مستيب لإسماعيل يوسف عند محمد عبد الجليل وهجمة مرتدة للزمالك في اليمين اللي تام العبد الحميد اللي بيشوت كورة قوية عنه يمين أحمد كمال لكن بره الثلاث خشبات وتبقى ضربة مرمى لصالح أسوان متلعبت ضربة مرمى عبدالله تروري الحقيقة في الانتخابات الأخيرة للاتحادات والمناطق تشكلت منطقة أسوان لكورة القدم برئاسة العميد إبراهيم الأرشي وأمين الصندوق الأستاذ حسين فاهمي وعضوية الأستاذ حسن حفني بنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في عملهم وكورة بتوصل لطاعة عبد الماطي اللي بيرجع لعماد النحاس وعماد النحاس ماشي بالكورة والحقيقة أنا مش شايف حاجة جمهور والناس وعف قدامي وكورة بترجع مرة تانية لحسين صلاح اللي بيحاول يدخل بيها لكن بيوع واشوف قاسم بيطع الكورة وملعوبة لأيمان منصور وزقها خفيفة من زيزو بيأخذ بيها أيمان منصور فاول وبنلعب في دقيقة 42 من الشوت الثاني وباقي ثلاث دقائق على انتهاء المباراة وبيتحرك رجال الأمنة علشان يزبطوا الملعب لأن المباراة قربت على النهاية والكورة مع اسماعيل يوسف بتوصل لطاري مصطفى لاسماعيل مرة تانية وفريز زمالك بيهدي اللعب التلات دقائق اللي فضلينه علشان يستهلكوا الوقت وبتوصل لتامر عبد الحميد وعند محمد عبد الجليل وتاني في الناحية اليمين لمحمد عبد الجليل أطول من اللازم وتخرج برا الملعب وتبقى ضربة مرمى لصالح أسوان الكورة بتوصل لعبد الله تروري في اليمين لمحمد عمر وعبد الناصر عباس ومعطوها لأيمان منصور اللي بيستلم من وراء وبيرمي كورة عند محمد عبد الجليل بيحاول عليها ومعاه عماد النحاس وبينخل عماد النحاس الكورة برافو عماد كورة بتوصل لأبو الناصر الديب وفي الشمال عند عماد شاكر بيحاول يلعب كورة بيطاعها إسمعيل يوسف ومعطوها عند طاري مصطفى وطاري مصطفى بيبص يمين وبيلعب فعلا لتام العبد الحميد اللي بيلعب كورة عالية بتعدي وتوصل لمحمد عمر ومحمد عمر بيلعب كورة ليه حسين صلاح وحسين بيلعب كورة بتوصل لأعماد النحاس عند طاري عبد الماطي مرة تانية وعلى ساعة فاضل دياء على انتهاء المباراة بنلعب في دياء 44 من الشوز التاني وكورة مهطوها من عصام مرعي لإسمعيل يوسف لعصام مرعي مرة تانية وعصام مرعي داخل وده يسبب كورة وبيشك كورة ضعيفة بيمسكها أحمد كمان وأحمد كمان في الشمال لهاني همام وابو الناصر الديم وخمسة واربعين دياء وابنلعب في الوقت بدل الضايع وبيلعب هاني همام بكورة بتوصل لإسمعيل يوسف وإسمعيل بيحاول يعدي بكورة وبيهدي اللابع لشان يستهلك السواني الباية على المباراة وكورة عندي نبيل محمود باليمين ونبيل محمود بيلعب لأشرف آسم وبيصفر عبد السطار علي موسى لينهي هذا اللقاء الممتع والمسير بين أسوان والزمالك في الأسبوع الثالث لدوري الممتاز وينتهي اللقاء بيتقدم نادي الزمالك وينتهي اللقاء بفوز نادي الزمالك راح السفر واللي أحرازه طارق مصطفى موسيقى موسيقى